السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأحد عشر كانون الأول ديسمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 11 و10 دقائق من ظهر يوم الاثنين اللي هو يوم الغد لينتقل القمر بعديها لبرج القوس القمر اليوم موجود في منزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 7 و39 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بعدها القمر بده ينتقل لمنزلة الشوالة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتصليق القمر بما انه اليوم موجود في برج العقرب معناته خلال هذا اليوم برضو ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا بنكره يا منتقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا احنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي فيمكنهم أن ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكننا الاهتمام فيما يتعلق اليوم بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو الاهتمام مثلا للمهتمين بالقراءة قراءة الروايات أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم بمجالات يعني تعتبر إلها علاقة بشراء منزل أو عقار أو الاهتمام باستئجار بيت مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية بطيئة زاوية تقابل سلبية رح تكون بين الزهرة وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بالنسبة لهاي الزاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لأثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك بتخلق لدينا رغبات غريبة وبرضو بتسبب اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا وبتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل وهذا الشيء ممكن يسبب لنا اضطرابات صحية كما أنه بيدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في البلاد بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير طبعا بلاد بلاد ما ما في تحديد ولكن هي بتهدد بأزمات مالية كما أنه بيعرف الميزان التجاري بعض العجز في التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني برضو بيتم تضييع الكثير من الأموال في الدعاية والمنتوجات ومع ذلك لن تلقى الاستحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة ودقيقتين بعد العصر بتوقيت جرينيج ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك ابتجعلنا سريعين التأثر عندين غريبين الأطوار بتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي والعواطف وبرضو تدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن انها تعرضنا للفراق بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايض لبروستاتا عظم العانة والجينات طبعا هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم إننا نعمل لها عمليات كبرى ولكن فحصات مراجعات طبية أخذ علاجات أو الاهتمام فيها طبعا إذا كانت العمليات إضطرارية يعني ما في أي مشكلة ولكن إذا في مجال تأجيلها بيكون أفضل هذا اليوم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء عمليات جراحية لباقي أعضاء الجسم مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالطرق التقليدية والليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في العقرب خلو المسار القادم اللي هو صباح يوم الغد الساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بيبدأ بتوقيت جرينيتش وبيستمر لغاية الساعة 11 و10 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقر القمر ويستقر بعدها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 26 يوم في تمام الساعة 41 دقيقة صباحا بصير 27 يوم نسبة الإضاءة 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22-12 منتحسي بنسبة 50% القمر في العقرب حتى يوم 11-12 سعيد بنسبة 15% عطارد في الجدي حتى يوم 13-12 سعيد بنسبة 60% الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زهل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-12 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت حتى يوم 27-12 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا القمر اليوم موجود في البيت الثامن البيت الثامن اللي له علاقة بالأموال المشتركة اللي هو المال اللي معك شريك فيه ثم فرصة لمكسب مالي، مصدر شراكة أو تعويض، ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية، ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض، ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء، اتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ، ممكن تنشغل اليوم بمعاملة أو ملف، أو مطالبة بحقوقك،، أو ميراث، أو أي شيء بيتعلق بالمل برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور، طبعاً القمر موجود في البيت السابع مقابلكم تماماً، وهذا الشيء بيعمل نوع من أنواع الإيجابية والضغط في نفس الوقت، فعشان هيك اليوم يبينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو علاقة الأزواج مع بعض، حافظوا على هدوء عصابكم، نبرد صوتكم، ما تعرض لقاءك للفشل، هذا اليوم جيد للمصالحات ولكن بيحمل مفاجآت برضو، بتحمل هاي الفترة توتر لأنها تعتبر من أكثر أيام الشهر ضغطاً، لعشان هيك حاذر من الخصام، واتجنب الخلافات كلياً، لأن خصمك قوي وطباعك يعني راح تكون مش سهله برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم، ونظموا جدوى الغذاكم، وخذوا قسط كافي من الراحة، وحاولوا أنك ما تلتهوا لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة العمل، راعوا ظروفكم الصحية، بتعيدوا ترتيب الأوضاع، وتحسين الأحوال طبعاً التركيز راح يكون على العمل وعلى الصحة بما أنه القمر في البيت السادس، فعشان هيك كل شيء راح يكون متركز على هدول الأمرين حاول أنك ما تشتت حالك اليوم وتلته بأمور أو أعمال أقل أهمية، حاول أنك تركز على عمل مهم ومفيد عشان تحقق الإنجازات المرجوة برج السرطان بالنسبة لأموليد برج السرطان، طبعاً القمر اليوم موجود في البيت الخامس، يعني اليوم بتقدروا تنجزوا أشياء ممتازة جداً، لأنه اليوم راح تجتازوا يوم إيجابي بيبعث على البهجة والانشراح، وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً، ورح يكون في فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز، أهم إيش إنك تضع مخاوفك جانباً وما تتهرب من المسؤوليات، الأجواء اليوم مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام والمصالحات، وبرضو للحضوض وبإمكانك تمارس هواية أو حتى تهتم بنفسك، يعتبر هذا اليوم من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظاً برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد، طبعاً القمر اليوم موجود في البيت الرابع، اللي له علاقة بالبيت والعائلة والسكن والأشياء اللي هي الداخلية، فعشان هيك اليوم تنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم، منكم أشخاص ممكن يغير سكنوا أو يميل التقارب مع أفراد العائلة أو لمديد العون لإلهم، أهم مش إنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بينها تأثر على استقرارك، بتنهمك اليوم بحل مسائل عائلية أو شخصية، وممكن شوية تكون قلق أو ممكن تتدمر لأقل إشارة، برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة، طبعاً يعتبر هذا اليوم من الأيام النشطة جداً، لأنه اليوم رح تنشطوا بالدراسة، بالسفر، بالاتصالات، بالتنقلات، بالحوارات، بالنقاشات، عندكوا قدرة على الإقناع عالية، ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة، من نزهة قصيرة، أو لتعزيز العلاقة مع أخ أو جار، ممكن تقوموا بمفاوضات حثيثة ومفيدة، حاول أنك تعبر عن رأيك وفاوض بجراءة، لأنك بتتميز بسرعة خاطر وقدرة على إيجاد الحلول، وبرضو اللي بيشتغلوا في مجال السيارات والاتصالات، اليوم رح يستفيدوا، برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان، بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم، والفرصة اليوم متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي، ابتتحسن المعنويات، ابتقوى الثقة بالنفس، ابتختفي الهموم، تطمئن الهواجس، واضف أموالك بشكل حكيم، لأنه ممكن اليوم تحصل على أرباح من جهة أجنبية أو غريبة، برضو اليوم بعض موليد برج الميزان ممكن يحصل على هدية أو دعم، اليوم ممكن ترتب أمور إلها علاقة بدفعاتك أو فوتيرك أو حتى الالتزامات المالية. برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب، طبعا اليوم القمر موجود عندكم، فإنتم نشطون وحيويون، وبينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر، بإمكانكم تبادر لخطوة جديدة من شأنها أنها تدعم من مركزكم الاجتماعي، تستعيد حماستك، تنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة، ممكن تتلقى إشارة أو خبر، تنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات، تتلقى مفاجأة سهرة، وربما تفرح لحدث كبير، اليوم يعتبر من الأيام المميزة بالنسبة لك، لأنها بداية مرحلة جديدة، فحاول تستغلها، برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس، طبعا القمر موجود في بيت المتاعف، فيعتبر هذا اليوم يوم غير مريح صحيا ونفسيا، رغم عدم وجود أي مخاطر، حاولوا أن تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري والعاجل، وتخلدوا للراحة، وحاولوا أنك تعملوا بشكل روتيني، ابعدوا عن المغامرة والرهان على الحظ، ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية، أهم شيء أنك ما تجازف بسلامتك، لأنها هاي فترة فارغة من الحظوظ، وحاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة، برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي، طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا، وهو بتلتقوا، وأشخاص بترتاحوا لصحبتهم، لأن القمر اليوم موجود في بيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء، فبوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق، أو اليوم تسعدوا من لقاء أصدقاء، أو تعرف على أصدقاء، أو خبر يتعلق بأحد الأصدقاء القدامى، هذا يعني فترة مميزة للتحالف، للتعاون، للمشاركة الفعلية، اقتنس الوقت المناسب لإعلان رأيك، وللحصول على موقع معين، وحاول أنك تتفاعل مع المسؤولين بمرونة، وإذا بدك واسطة، اليوم تقدر تستغل مع عرفك، برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو، طبعاً يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل، أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم، واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم، ونيل رضى المسؤولين، طبعاً اليوم الأجواء، إلها علاقة بالعمل، وإلها علاقة بالسمعة برضو، فعشان هيك بدك تحافظ على هدوءك، ما تحاول إثارة الفتن، هاي فترة مهمة، وابتمتحنك، لا تضعف، ولا تستسلم، ولا ترتكب الأخطاء، وحافظ على رصنتك، وتمسك بمسؤولياتك، وما في داعي للمغامرات، والمجازفات، عزز علاقاتك بالمسؤولين، وتمم أعمالك، برج الحوت، بالنسبة لموليد برج الحوت، طبعاً اليوم بيصلكم خبر سار من بعيد، وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم، القمر اليوم موجود في البيت التاسع، ممكن تعززوا علاقاتكم مع أجانب، أو مع أشخاص خارج البلاد، أو حتى على مستوى الدراسة الجامعية، والدورات التعليمية، وهذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أيضاً، تستعيد حماستك، وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة، ممكن تتلقى إشارة أو خبر، ويعتبر هذا اليوم من أجمل أيام الشهر، راح يكون اليوم هاد نشط جداً بالنسبة لإلك، وبشكل محطة للإنطلاق بورشة جديدة، هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم، والله أعلم، يا رضى الله ورضى الوالدين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء،